صباح الخير أو مسائل الخير يابرج العرب القراءة المعرضة للعاطفة ابدأ عمدتوه في الطاقة العنية طيب انتو شايفو ازاي انتو شايفو لو بيتعمل مع مرج الأسل طبعا انتو شايفو شخص اعتقد يابرج العرب هو شخص برضو برضو في صفة العند وشخص متحكم قوي ممكن يكون كان بيخنوقك وكان ماسك عليك قوي وشخص بيحب يتحكم في القدام بالمعنى التاني يعني بيحب يتحكم قوي في الشخص اللي معنا متحكم قوي شايفه متحكم قوي 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 وممكن كمان تكون شايفه ان هو مدكش المشاعر اللي انت تستحقه يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص حاجة تديره مثلا تكلمه مردين ثلاث مرات في اليوم هو لما تيجي انت تنتظر المكلمة منه ما يكلماش او انت لكنت بتبدأ دايما شايفه ان هو شخص متحكم وشخص بيقافل قوي 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 على نفسه مش قافل على نفسه يعني منعزل لا بيقافل قوي على حكة ان هو ما يديش لحد مشاعر قافل على مشاعره قوي او متحكم فيك قوي قوي مهم ان هو شخص متحكم ومعنيد وبيحكم رأيه وغيور ممكن يكون غيور كمان كان مجهيرة عليك قوي قوي شايف ان هي يعني علاقة فيها تحكمات كتير قوي لان انت مجروح عالبك قوي منه قوي يعني وفي حصره وندم به ولكن هو عمى يعني انا حاسة ان هو مغيب او حاجة زي كده عارف انت لما اتفل معك تقولله يومشي من هنا يا لأ و 없고 يقولك لا انا والله ما سيبك يا انا احبك منقول برج العرب بيتحكي غاوف ساعاته يقول لأ انا مهمشي من عليك هو هقولك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه هو راجع لو انتو بتتكلمه مع بعض ومفيش فراء ولا حاجة واعتقد هو مفيش فراء هو عمال يكلمك دلوقتي او هيكلمك وممكن يكون دي تاني عرضي يقدمه او تالت عرضي كمان او بيزن عليك لانه زنان او زنانه وما بي بيقس على فترة شخص ما بيقس كل ما هتجي تقوله انت جرحتني واطعت في قلبي وتغيبتل معاك قوي يروح مدافع عن نفسه بقى يدافع عن نفسه ويقولك لا والله ده انا بحبك اهو استنى بس استنى بس انت رايح فيين خد بس ما قولك اهنا ده انا بحبك انا غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او انا مش عايزك تكلم حد غيري وبتاع ولكن انا بحبك او انا بحبك عموما يا عشان ما بتقول لدول بنا تنزلش اه ام يعني اه ام هو شخص باقي عليك قوي يا برج العرب قوي ومش ناوي لا مش ناوي مش خالص وشايفك انت الحاجة الحلوة اللي معايا انت بقى ناوي على ايه انت ناوي توازن ناوي توازن عموما سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك لان الظهر يا برج العرب ان انت اديته كتير قوي قوي وديته اكتر ما هو اديك فلزلك انجرحت وحسيت بعدم تأدير في العلاقة دي بالزبط كده عشان كده انت عايز تعمل توازن انت ببل ما كنت تديله العشر كوبات مثلا هتبدأ تديله مقابل كل كوباية هو يدالك انا هتدي كوباية ها هتكلمني و كلمتني ما عرض حكلمت اه 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 يهتم بيك لغير كده لا يا عام انا اتعلمت الدرس انا غر ethnicity انا انجرحت منها خلاص تقريبا الوجه ده فوقك يا برج العرب واه اه قائمو CON 기�ادة مثلا ايه شد association ي点ي ثاني بعد ما هو قائموHU حدفع ده انا بهتصلك لو خمني كوباية عموما وسقط depois اه شيء وايضي joint victor في العلاقة دي. وناوي انت اللي تعمل التوازن دي. ناوي تقول له بقى انا اشوف بقى هتخني اخورك. لا طبعا يعني الخيانة متبقاش بصادر الخيانة. ولكن هناوي انت تعمل التوازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب. وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسبت المرة دي. طيب هو شايف العلاقة ازاي. هو بصراحة يعني العلاقة حلوة اوزار انه هو خلاف اه عن حدات فعلا يعني بسيطة مش مش حدا صعب ايا. الا لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف تالت في العلاقة. ولكن لو اكتشفت طرف تالت فاعرف ان الطرف التالت ده طرف وهمي. بيبسالة دي. انا حاسة انه هو شخص زي ما قلتلك اه شخص اه متحكم وشايف نفسه شوي. ممكن يكون اه بيشتغل اه اه حاجة اه مثلا اه مشهورة عالسوشيال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه و اه و بيحب يتكلم الناس كتير قوي بس في الاخر اه انت 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 اللي في باله على فكرة. يعني سواء بيكلم انت لو اتشفت انه بيكلم بنات غيرك ولا الحاجة بس انت برضو انت رقم واحد عنه. طب هو شايف العلاقة ازاي و شايفها علاقة جميلة قوي. وعلاقة فيها ذكريات كتير اظهر ان انتو فعلا بقلكم كتير فترة مع بعض. وفيها ذكريات حلوة قوي. وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد. ما يقدرش يبعد عنك. لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك. برج الاسد عموما لما بيحبه ما بيسبش. فهو شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك. انت الشخص المناسب ليه. الشخص اللي بيحسسه. بالضبط كل شخص اللي بيحسسه بان هو طفل. طفل. بيتعامل بطبيعته معك. بيحس بالحنان في العلاقة دي. انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل. وديته ومشاعر جميلة قوي قوي قوي. حسسته الاحساس ده. خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة. مليانة كوبات فيها ورد. مش كوبات فضية. دي فيها ورود. وفيها مشاعر. العلاقة دي مليانة مشاعر. عشان كده هو حسس بان انت انت السلمة بتاعه. انت الطرف الحلو اللي فيه. عارف لما يقولك انت انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياتي. حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشغول عنك فلا. انت رقم واحد يا برج العقل. متخرش. متخرش يعني. انت كمان شايفه ان هو بداية حلوة. وانه وان دي وانها علاقة مليانة حب. عالفكرة علاقة فعلا مليانة حب. مليانة حب قوي. بس ممكن يكون فيه خلفات. فيه انت تقمصت منه يا برج العقل. فات منه موقف. عمل حاجة. عمل حاجة يعني وشي. حكيب برج العرب ما بيقلبش كده. ولكن انت شايف ان فيها حب كتير قوي. العلاقة دي فيها حب كتير قوي. فيها مشاعر جميلة قوي. فانتو اللي اتنين مشاعركم متساوية. ولكن حصل سوء تفاهم مش اكتر. وتطيب ما تتجعل بعض ان شاء الله بإذن الله. او انت ناوي كامل بتواسك. لو انت يا برج العرب مشيت وسبت العلاقة. لو انت اللي مشيت او متكرر تمشي. ركز معي بقى. لو متكرر تمشي. ومكرر ترفض عرض المصالحة. وبتقوله لأ مش عايز ارجع تاني. النصيحة بتقولك انتظر يا برج العرب. خليك في العلاقة. ما تنسيش. لان الشخص ده بيحب تقول. قوي. وشايفك نص التاني. وشايف ان العلاقة مليانة حاجاتي. يعني لو بازت هتبوز معي حيات كتير قوي. لان هو بنى حياته عليك. ممكن تكون كنت بتساعده. بالنصيحة حتى. يعني دي برضو شخص بيمصح. فممكن تكون انت كنت بتنصحه. ممكن يكون في ازمة في حياته وانت عدته منها. المهم ان هو شاير معك بمشاير حلو قوي. فالنصيحة بتقولك ما تمشيش. بس محت. ما تمشيش يا برج العرب. وانتظر. وهو هيتصلح. لو في حاجة مش عقبك في العلاقة هتتصلح. وما تخافش. وخش بقلب جانب. وبطل بقى تحكم نفسك. بطل تبقى عنيد. وتمسك برائيك. بدون اي داعي. لانه اذا اشألت الدنيا. على موم برضو النصيحة هانا كانوا. هو بيحبك قوي على فكرة. والنصيحة بتقولك لو سمحت ما ترفضش العرض. جالك بعرض مصلح. وعلى فكرة برضو ذكرت الخاطر. واخد واخد قرار على فكرة. عايز يرجع. واسكنتو بتتكلموا دلوقتي. اهد عليه. اهد عليه. لانه هو عمال يدفع نفسه كتير قوي. بزار بنكون شاير جيو يقولك على فكرة والله العظيم ما عملت حاجة. والله لا والله لا. برج العرب اقولكو بقى يعني مشكلته ايه برج العرب. بنات برج العرب بالتحديد. متملكة. ودي مش عيب. مش عيب. متملكين ده مش عيب. اه لكن تخنق اللي معها لا. لكن متملكين اوي. ويحب الشخص اللي معي يبقى بتاعهم همهما بس. فممكن زي مرتلك انه اه 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 او زي الترك يعني عموما انتو شايفين انه هو اه اه مهتم بحاجات تانية. وسايد كنتو. متحبوش كده ده برج العرب يحب الاهتمام قوي يعني. فبنشوف المفاصلين. ممكن غير طبعا الطاقة الاولانية خلص طاقة تانية. ولو شفتها شبع بخلاص. انما لو شفت ان النهاية مختلفة شبشا فالشعر ده بيجيبين. اه بيبقى مش بتاعدي. لان التاقة دي ممكن تبقى ناس يعني معفوش عن بعض حاجة خالص خالص طاقة. مفاصلين برج العرب. مشاعر ايه حاليا. ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز ايه من. اه هو حاليا اه مش هقول مستقر. ولكن هو شايف نفسه الايام دي. وبدأ يبص لنفسه. وبدأ ان هو يشتغل على نفسه شوية. اه. خرج خرج برا السجن افكار. بطل ما بيتتعامل مع حد برج التوزائي برج العرب. ممكن. ناخد ورقة تانية. اه. بص يا برج العرب هو حاليا اه خرج برا الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه. العلاقة بازت طمام. فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها. اه. وبدأ يخرج برا الافكار السودوية اللي كان عايش فيها. سواء اه. اللي هي قلم الفراء. ولاحظة الفراء نفسها. اه. سواء يعني شدته مع بعض اي حدي. وبدأ يشوف هيعمل ايه في حياته. اه. سواء كان هيتم بشغل. او يرجع العلاقة مرة تانية. لان ده شخص مستقر. وفعلا هو بدأ. فعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي. يعني هو حرفين بقى مستقر. ومستقر في مشاعر. على فترة. مشاعره مستقر دلوقتي. وبدأ خرج من الطلبة. طيب هو ناوي على ايه. هو ناوي هو طبعا مجروح. بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجعي لقلب عموما. فهو خرج طبعا من كده. وهو في السابق كان بالمنظر ده. قاله مجروح منك. جامد قوي. وتعبان قوي. ممكن من غيرك. مش منك. ممكن تكون بعمل طولش حاجة. هو اللي مش. فهو من غيرك تعبان. وناوي ايه جعل تاني لعلاقة لانه اكتشف ان انت بتاعه. ممكن تكون تعمل مع حد برج الجوزاء يعني او مزاني. برج هوائي هو تاني. وهوائي برضو. مشاعره في ايه بس تمام. بدأ يكتشف ان انت بتاعه. انت شخص الجميل اللي في حياته. وانت الحب الحقيقة. وهيرجع توازن العلاقة دي ان شاء الله بإذن الله تاني. هاته. ناوي ان هو بشي بقولكو. ااااا. استقر هو مستقره دي وقت ما شعره. هيرجع العلاقة دي تاني وهيشتغل عليها. وعايز يمشي بالعلاقة دي القدامي. عايز يمشي بالعلاقة دي القدامي. هو اه حاليا حاليا دلوقتي مستقر جدا في ما شاء الله. وابعد طبعا ما كده يعني مش مش مستقر. طبعا حين نزعل قوي لما نعرف ان اللي بيدي عننا مستقرة. لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده. افرحوا بقى. ممكن يكون ازانة يعني. ازى الشخص ازى برج العرب. فهو ماتخبش هوه كان كده. وعايز يرجع ولو بتاعت برج ان دبز traveler زي ازى ما قلت لكم. او برج الميزان او برج طرابو. فهو لان هو يرجع. اه لانه كشف ان انتو الصلمات بتاعه. وهيمشي بالعلاقة مليت قدام ان شاء الله بيزن الله. مش حاجة واحش ايا كان. طيب العزال بقى اللي هو مفيش حد في حياتهم او اه بق لهم فترة طويلة او ايو ما يبقوا مش منفصلين. حتى لو كانوا انفصلوا. يعني هم فترة طويلة اوي ما ارتبطوش. هجي نقسم المرأة الاول عشان هزال دول حبيبي. هزال مرد المعرف. ممكن يكون اه شخص ده هيزعر في شهر التمانية مش سبعة يعني. اه. المساعات ممكن يكون بغاية الرأي بغاية الرأي. بغاية الرأي. بحبك فيغرق. في حد داخل في حياتنا ملأة. مشاعره ايه? وناوي علي. الحمد لله اخر حاجة دي بتعجبني في الموضوع. طيب قبل بس ما مبتدي في القراءة. خسر حاجة بس كده. بصي برج العقرب. اه الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك. ممكن يكون برضو برج الاسد برضو. اه او برج تراب. اه الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص اه قديم برضو. او اه شخص من الماضي برضو. اه ممكن مكونش كان في علاقة اصلا ما بينكم. ولكن هو يحمل مشاعر خيابة اوي لك. اوي 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 يعني. وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت اه موتة زبزبة في الماضي. يعني كان بيخش في حياتك ويخرج تاني بسرعة. يعني يتكلم شهر ويغيب تلتة شهر ستة شهر. فمكتش عايفة وعايز منك ايه? وبعد كده مشي تماما ومرجبش تاني. فهو راجع تاني وممكن يكون شخص جديد بقى. شخص يعني شخص حبوب جدا وبيحمل مشاعر طيبة لك. ويعتبر السلمية بتاعك او شبهك. لان ممكن يكون شبهك مش السلمية بتاعك. شبهك بس مش اكتر. ومشاعره ايه? هو مشاعره مندفعة جدا عليك. وعايزك. وعايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا. عايز يقفل عليك الشابتر من حياته. عايز يقفلها عليك. وعايز استقرار معك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت. مختارك انت وعايزك. ممكن تكون كانت اعلاقة سلاسية وهترسى عليكم.